بعد نحو عام ونصف العام من المشاورات والمفاوضات وفقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية على النص النهائي لمثاق عالمي حول الهجرة الآمنة المنتظمة والمنظمة المثاق الذي رعى مفاوضاته طيلة هذه المدة سفيرة المكسيك والسويسرا سيتم التصديق عليه رسميا خلال مؤتمر دولي تقرر تنظيمه في مراكش المغربية وحدد له موعد العاشر والحادي عشر من دجمبر المقبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت وضع هذا المثاق باستثناء الولايات المتحدة التي لم تبين اهتماما باتحاد العالمي بشأن هذا الملف الذي أدى إلى انقسامات بأوروبا ووتر علاقات واشنطن بدول أمريكا اللاتينية ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوترس ليقول إن للدول الحق وعليها أيضا المسؤولية في تحديد سياسات الهجرة وإدارة الحدود مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وعن مضامين هذا المثاق فهناك سلسلة مبادئ من بينها الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال كما تم التطرق إلى إجراءات لمساهمة الدول على التصدي للهجرات من إجراءات إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات بالإضافة إلى زيادة التعاون بشأن الهجرات الدولية ومحاربة تهريب البشر وفي الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة إشكالية أطفال فصلوا عن أسرهم الذين دخلوها بشكل غير قانوني أقر المثاق بإمكانية الاحتجاز لكن باعتباره وسيلة أخيرة في هذا الجانب كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بأن ينص المثاق على عدم التسامح التامي إزاء احتجاز الأطفال ما دفع واشنطن إلى الانسحاب من إعداده نهاية 2017 بدعوى أنه يتضمن قواعد تتعارض مع سياسة الهجرة الأمريكية مفاوضات هنا واشتماعات هناك كلها تبحث لتوصل إلى تفاهم بين دول العالم حول ظاهرة الهجرة وتقاسم المسئولية بشأن هذا الملف الذي أثقل كاهل عدد من البلدان فعدد المهاجرين في العالم يقدر ب258 مليون نسمة ما يعادل 3.4% من سكان الكرة الأرضية